تبشي لك لي دجال شوف ليه الرائحة يا أخ ملائكة ما بيعلم الغيب ملائكة وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إلى آخر الآية ملائكة ما بيعلم الغيب فكي بيعلم غيب باعت في البلد سووا معه مناظرة سووا لكورة وقال بيعرف الحرامي ومناظرة في بداية التزعينات قال بيعرف الحرامي وين بكورتو دي بحوتو والله داك البناظر في قال له أسماء الجوالكورة دا حرامي ججد ولا خيال لو ججد أمرقه في حرامي قدر الكورة واصلو دا بشر ولا فار قدر الكورة جوهين لو ججد أمرقه قال لي لا ما ججد خيال خيال قال له معناه التساحر أنا قال أخي ليليه من سحرهم أنها شنو تسعى معناه يا ججد أمرقه يا خيال التساحر في الحالتين التضايع والله الذي لا إلى غيره كلها والسايا يقول لك بجيب الرايحة وبعمل ليك قال تعالى في القرآن وما كان الله ليطلعكم على الغيب وقال تعالى في القرآن قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون وقال تعالى في القرآن ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب في سورة النحل وقال تعالى في القرآن في سورة الأنعام وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلمها في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وقال تعالى في سورة الرعد عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال وقال تعالى في سورة النجم أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدا أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ما فالغيب دم ما يعلم إلا الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيثة ويعلم ما في الأرحم وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير والله كشفهم في الدنيا داك في الخرطوم قال السنة دي آخر كاس عالم قال السنة دي كاس العالم بشيلوا البرازيل برازيل طقوها ثلاثة قال ديل بشيلوا كاس العالم تعرف الهوس والله تمشي لي بفكيه تسهلوا غنما يتي راحة تشوفوا لي وين قولك في الكوشة تمشي تلقاه في الكوشة تصدق طوالي وهي غنما يبتروح أصيلا بتمشي الكوشة ولا ذهر لا فكيه ولا ذهر لا سخل براك فتشة بتلقاه في الكوشة كله هاو الساي الدهب راح شوفوا لي وين المؤجنة راح شوفوا لي وين ما بعلم الغيب ولو ما شئت ليه ما خليت في الدين شي الدين اللي عندك كل ما ركته دين الإسلام قال النبي عليه الصلاة والسلام من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم والكلام ده السخن ده لأنهم بيستحقوه لأنه ناس ما قاعدين في الواطاء لأنه ناس ما بينطبق عليهم قول الله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون الناس النجاد بتواضعوا لي الله الناس النجاد زي موسى عليه السلام إذا صح التعبير تولى إلى الظل وقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير مش الزولة البجي تفاخر بل باطل زي بتاع الختمية في كتاب النور البراق وكتاب فيوض البحورة المتلاطمة عبد الله العيدروس يقول أنا عرشها والكرسي أنا للسماء بانيها لو للحياء من ربي نار الجحيم أطفيها دا حق دا وناسي دا عصبوا ليه ما أقروا كتبه ويقول لك دا اللي بحفزوا القرآن بحفز القرآن بيعمل بيه القرآن هل بحفزوا دا ما أقرى فيه أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها البنا منه الله سبحانه وتعالى هو يقول أنا عرشها والكرسي أنا ما الله أنا للسماء بانيها لو للحياء من ربي كما خجلان نار الجحيم نار الجحيم أطفيها كما خجلان من الله النار دي ذاتة كان طفيتها يقول أنا الجليس على العرش المحيطي دا شيخنا التاني كما أحط بالغيب تفصيلا وإجمالي كله عندي داك تعالقادرية في كتاب الفيوضات الربانية في المآثر والأوراد القادرية إسماعيل محمد سعيد البغدادي قبل الحج قال عن شيخ قال ذراعي من فوق السماوات كلها ومن تحت بطن الحوت أمدت راحتي وأعلم نبات الأرض كم نابت وأعلم رمل الأرض كم هو رملتي وأعلم علم الله أحصي حروفه وأعلم موج البحر كم هو موجتي أنا كنت في العليا بنور محمد وفي قاب قوسين اجتماع الأحبة أنا كنت مع نوح من الأمة دي فالكضب دا كيف من الأمة دي بعد ده نات بره يقول لك يتكلموا فيهم ليه عشان كلامنا المدلجة عشان كلامنا الشين دا إنت الله ما بتغضب ليه الرسول ما بتغضب ليه صلى الله عليه وسلم الدين ما بتغضب ليه بس تغضب ليه زولك دا في الحق والباطل بس دا كان علي حق ولا باطل تغضب ليه وتحاجج عنه وشايل عكاذك وشايل كذا وكذا وكذا جبني أنا قطعة الكاربة قطعة الرقبة ما بحلنا كثير ولا بغيرنا كثير نال أنه دا دين والله الذي لا إلى غيره نقول لها وصفنات المطاف قال أنا عرش دا 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 داني قال ذراعي من فوق السماوات كلها ومن تحت بطن الحوت أمد التراحة وأعلم نبات الأرض كم نابت وأعلم رمل الأرض كم هو رملتي وأعلم علم الله أحصي حروفه وأعلم موج البحر كم هو موجتي أنا كنت في العليا بنور محمد وفي قاب قوسين اجتماع الأحبة أنا كنت مع نوح أشاهد في الورى بحارا وطوفانا على كف قدرتي وكنت مع إبراهيم ملقا بناريه وما برد النيران إلا بدعوتي قال نار إبراهيم ذاته تقالين التفاشن دعيت ليه أنا قال والله الذي لا إلى غيره وكنت مع راعي الذبيح في داءه وما نزل الكبشان إلا بفتوتي وكنت مع يعقوب في غشو عينيه وما برئ دعيناه إلا بتفلتي وكنت مع موسى مناجاة ربه وموسى عصاه من عصايا استمدتي وكنت مع إدريس لما ارتق العلا وأسكنته الفردوس أحسن جنتي مشى 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 في النهاية قال له عديد الكذيه أنا الذاكر المذكور ذكرا لذاكري أنا الشاكر المشكور شكرا بنعمتي أنا العاشق المعشوق في كل مضمر أنا السامع المسموع في كل نعمتي أنا الواحد الفرد الكبير بذاتي أنا الواصف الموصوف شيخ الطريقة وما قلت هذا القول فخرا وإنما أتى الإذن حتى يعرفون حقيقتي وقالوا يا هذا تركت صلاتك ولم يعلموا أني أصلي بمكتي ولا جامع إلا ولي فيه منبر ولا منبر إلا ولي فيه خطبتي ولا عالم إلا بعلمي عالم ولا سالك إلا بفرضي وسنتي ولولا رسول الله بالعهد سابقا لأغلقت بنيان الجحيم بعظمتي دعمك دا ذاته حسد دينا جماعة والله الذي لا إلى غيره غايته لو جبت أكفر خلق الله قلت لك دا زيد كفر زيادة على الشغل دا إلا غايته شرب لجبنة بيجنزبيل عشان شوف الحاصل ما أقوله يا أخي ما أقوله يستخفوا بالناد وكلامنا دا جماعة بالراحة كني غير أي زعل أي زولي جات لك فيه قل لي أسألك بالله ألبنه على الأموات القباب منه يقول لك ياهو القوم ديل تاين النوبات ألبيتبركوا بالأترب منه يقول لك ياهو بتاين النوبات ديل ألبيمشوا للشيوخ ديل منه ياهو بتاين الجماعة ديل ذاته ألبيقول الشيخ بتدل جنب منه ياهو الجماعة ديل ذاته وإذلك كل جماعة قايد ينبغي بل يجب أن تحارب أشان الله يرضى جماعة ما ممكن ياهو عباد لله يساون مع الله سبحانه وتعالى الشيخ يعلم الغيب وأله يعلم الغيب الشيخ يدي الجنة وأله يدي الجنة الشيخ يرد الضالة وأله يرد الضالة الشيخ يحلف بيه وأله يحلف بيه الشيخ دا عبد زيك أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي ديل عباد الله عبادي من دوني أولياء إنا أعتذنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا تعبام في الدنيا جاري وماشي وجاي بعدين اتفاجأ في الموت والله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون عذاب الهون يعذبهم الله تعالى السبب شنو ليه مشكلة شنو الآية البعدة إلى آخر الآية إلى أن قال الله تعالى بعدها ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم انتهى أشكده الله سبحانه وتعالى قال حتى إذا جاءتهم رسولنا يتوفونهم بعدين في الموت فلاز جاء الملائكة جوه ودي اللحظات الحاسمة ودي اللحظات الأخيرة والبمود على التوحيد فائز والبمود على غير التوحيد من الشرك والضلال هو خاسر حتى إذا جاءتهم رسولنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله وأننا البتنادون في الشدائد قالوا ضلوا عنا راحوا جد وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين